اشتركوا في القناة في المستشفى جالس وجاء احد الطلاب وسلم عليه وجلس بجانبه بعد دقائق جاء ولد هذا الذي قال عنهم منغوليين تعرف هؤلاء لا يشبه احد فهذا الطالب اخذ هذا الصغير وضمه اليه وانا سألت هذا الطالب من هذا انت تعرف الان لو بعض الناس لديه ولد مثل هذا وتقول له ومن هذا يقول يا اخي ادعيه يمكن يقول ادعيه له يموت ونفتك ونغتح منه فهذا الطالب عندما انا سألته وقلت له من هذا قال هذا الولد هدية من الله الله سبحانه وتعالى اهداني هذا الولد واسأل الله سبحانه وتعالى ان اجعله السبب من دخول الجنة قلت كيف هذا منيض وكيف قال والله اني انا اعتقد ان الله سبحانه وتعالى قدر ان يأتيني هذا الولد حتى يكون هذا الولد السبب لدخول الجنة يقول والله الحكومة السعودية تعطيني اموال حتى اعالج هذا الولد يقول رفضت كل شيء انفق عليه من من جيبي من نفقة ورفضت كل شيء حتى انال الاجر يقول لا استطيع ان انام الا وهذا الولد في حضن يقول شوف سبحان الله عند الابتلاء تجد شاكر لا كافر فاخواننا نحن الان يعني نقول امذلة عملية في الواقع عندنا اليوم احنا لابد الان ان الله سبحانه وتعالى يرى منا ما يحب